موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر وهو صلاح الدين بمواجهة التحديات وعنوان حلقتنا لهذا اليوم فابقوا معنا موسيقى من جديد حياكم الله صلاح الدين بمواجهة التحديات تحديات كثيرة ربما تضرب محافظة صلاح الدين اليوم سنناقش هذه التحديات وكيفية تجاوزها إن أمكن مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ خزعل حماد النائب الأول لمحافظة صلاح الدين مرحبا بك سيد الكريم مرحبا بك حياكم الله شكرا أستاذ خزعل أول تحدي يمكن نتكلم عنه مباشرة نتكلم عن صلاح الدين كثير وسنحاول أن نستثمر الوقت الجانب الأمني في محافظة صلاح الدين كيف تراه مع وجود تصريحات يعني من شخصيات مسؤولة في صلاح الدين بخصوص هذا الموضوع أن موضوع التحرير ربما في صلاح الدين لم يكن تحريرا ناجزا تماما أسمع رأيك نعم حقيقة الآن بعد انطلاق العمليات العسكرية من مناطق جنوب محافظة صلاح الدين ثم وصول إلى مناطق شمال المحافظة ثم انصراف اهتمام القوات الأمنية والقيادة العامة من قوات المسلحة باتجاه تحرير مدينة نينة وترك العديد من المناطق من مناطق محافظة صلاح الدين دون تحرير بدأ لنا كعكومة محلية أن هذا التحرير فعلا يشبه الكثير من النواقص وهناك الكثير من المشاكل الأمنية تواجه اليوم حكومة محافظة صلاح الدين والقوات الأمنية المتواجدة على أرضها وبالتالي نحن حقيقة اليوم نواجه مخاوف كثيرة في مناطق شمال المحافظة في الشرقاط وأيضا في وسط وجنوب المحافظة بعد أن حصلت عدة عمليات لداعش في مناطق مطايبيجة وماطق بودلف والتي تعتبر مناطق جنوب محافظة صلاح الدين فبالتالي هذا التحرير نعتبر تحرير منقوص وغير كامل وحقيقة هناك مطالب متجددة من قبل السيدة المحافظة من قبل مجلس المحافظة من قبل عموم حكومة محافظة صلاح الدين نتوجه بها إلى الحكومة المركزية لكي تعود وتوجه الأوامر اللازمة بانطلاق عمل التحرير الحوجة مثلا واستكمال تحرير منطقة الساحل الأسر في الشرقاط بالمقابل أيضا هناك مطالبات من الأهالي أنفسهم أيضا المسؤولين في الحكومات المحلية داخل الأقضية والنواحي هؤلاء أيضا يطالبون كثيرا بهذا الموضوع لدينا أيضا مناطق جلام الدور لا ننسى هذا الموضوع السيد علي النواف يعني دائما الرجل يطالب رئيس مجلس قضاء الدور دائما يطالب ويقول أن الوضع لديه هش جدا لا توجد قوات أمنية كافية لمسك الأرض هذا أيضا يأخذني إلى تساؤل آخر وتساؤل ربما مكرور لكن هو واجب أن نجاوب عليه أنه الموضوع ليس إلى علاقة بتعدد القيادة لادة الأمنية داخل محافظة صلاح الدين يعني عندي أكثر من قيادة عمليات اليوم التي تشتغل على صلاح الدين أكثر من قيادة عمليات على تماس في صلاح الدين ولدي أيضا قوات أخرى تعمل على الأرض بالتالي ماكو تنسيق حتى أقدر أحمي هاي المناطق أيضا مستوى التطويع في المناطق المحررة في صلاح الدين إلى الآن ربما نعتبرها ضعيف وأني أساسا عندي مناطق حررت ولم يعد أهلها إليها بمعنى النازحين اللي هم من أبناء صلاح الدين فهذا الموضوع أيضا شي مرتبط بشي إحنا نريد نصل إلى شيء أنه اليوم لو أنا وحدت القيادات الأمنية تحت رأي واحد وأني رئيس اللجنة الأمنية عندي هو السيد محافظة صلاح الدين ما كان هاي المشاكل شوية خفت أو قلت أو ربما انتهت حتى بالتأكيد يعني حقيقة الملفات تداخلت في صلاح الدين بشكل كبير جدا ملف عودة النازحين ملف العمار إضافة الملف الأمني يفترض إحنا نستكمل الملف الأمني ثم ننصرف إلى كل هذا يجي بعد مجيء الملف الأمني بالتأكيد الملف الأمني مسألة تعدد القيادات حقيقة فيه عامل مؤثر كبير جدا وعندما نتحدث عن منطقة شرق النهر وخاصة منطقة سلسلة جبال حمرين وحقول النفط هناك حقول عجيل وعلاس والاختراقات الكثيرة التي تحصل في هذه المنطقة شبغ يومي هذا يؤشر على ضعف في هذه المنطقة حقيقة الحشد الموجود هناك هو حشد لعشائر شمر التي تسكن تلك المنطقة ولأبناء الدور وهذا الحشد يشكون من قلة في العداد وفي التسليح أيضا وفي الدعم وبالتالي هذه الخروقات حقيقة حصلت عدة مرات وأخيرا قام مقام الدور حذر من أمكانية دخول الدواعش إلى ربما داخل مدينة الدور وهذا خطر جدا وطلب من الحكومة المحلية التدخل لدى القيادات الأمنية للوقوف بوجه هذا التحدي نحن اليوم حقيقة لدينا عدة قيادات للعمليات وبالتالي توجد هذه المناطق الواهنة التي تعتبر ليس ضمن مسؤولية أي قيادة من هذه القيادات لدينا قيادة عمليات شرق دجلة نعم قيادة عمليات صلاح الدين قيادة عمليات سامراء أيضا الحشد الشعبي هذه القيادات حقيقة وتعدد المسؤوليات هو نقص التنسيق ولد مناطق ضعيفة أمنيا وبالتالي اليوم مطالبين القيادة الأمنية بأن يجدون حل لهذه المنطقة تحديدا وبدأ حقيقة يعني عناصر إصابة داعش يتسربون من هذه المناطق التي هي واهنة وضعيفة باتجاه مناطق جنوبة المحافظة والتهديد الآن حاصل على سامراء وعلى الضلوعية أيضا وهذه مشكلة حقيقة فبالتالي اليوم وصف التحرير بأنه منقوص هو وصف حقيقي الآن الدواعش يتحركون في هذه المنطقة بشكل يؤثر على الأمن حتى مسؤولين على مستوى محافظة ديالة يقول لك أن شر الدواعش يأتيني من حدود محافظة صلاح الدين الحقيقة إذا ما صار التحرك يعني أني أبقى بهذا الحال نعم هي شجاعة طبعا هي شجاعة اليوم من إدارة محافظة صلاح الدين أن تقول نعم أنا لدي مشكلة أمنية هناك وربما هذا يثير مخاوف لدى الناس وفعلا يجعل التحرير أمام عيونهم تحرير فعلا واهن الحقيقة بدأ مواطن صلاح الدين يشعر بأن هناك مشكلة سياسية تتعلق بعدم انطلاق عمليات تحرير الحويجة مشكلة سياسية نعم وهذا الأمر يتعلق بخلافات ربما بين الإقليم وبين الحكومة المركزية حول موضوع تحرير الحويجة وهذا السبب حقيقة الرئيسي الذي أعطى فرصة للدواعش لكي يتسربوا عبر وديان وعبر جداول ربما نهرية وصولا إلى هذه المناطق التي هي في عمق جنوب محافظة صلاح الدين نعم الحل الأمثل أن تنطلق حقيقة عملية تحرير الحويجة عاجلا ويتم تنظيف هذه المناطق يعني أنتم تعتبرون أن الحويجة هي عقدة نعم خاصة ربما يعني ممكن للدواعش أن يضربوا فيها صلاح الدين في أي وقت مع العلم هي تابعة لكاركوك لكنها محاذية يعني الآن ملف الحويجة حقيقة بدأ كأنه شريط أمني يمتد من شمال محافظة صلاح الدين الشمال الشرقي إلى منطقة الجنوب الشرقي يعني الآن مسألة تحرير الساحر الأيصر في الشرقات تتعلق بتحرير الحويجة مسألة عودة النازحين فيه بياجي تتعلق بتحرير الحويجة مسألة الأمن في العلم مثلا وفيه تكريت تتعلق بتحرير الحويجة مسألة أمن الدور كقضاء جنوب تكريت أيضا تتعلق بهذا الملف أمن سامراء وأمن الضلوعية إذن نحن نتحدث عن شريط أمني طويل جدا يبدأ من شمال محافظة صلاح الدين وينتهي جنوب محافظة صلاح الدين بمحاذات النهر دجلة إلى الجهة الشرقية كل هذه المنطقة فيه خل الأمن كبير واضح وحصل خروقات ودخل بعض الدواعج حتى إلى بعض مدن محافظة صلاح الدين المحررة مثلا يعني أخيرا كان هناك حوادث في مدينة الإسحاقي وأيضا داخل سامراء ومؤخرا كان هناك في بيجة أيضا في قرية المزرعة كان هناك دخول لانتحارين ثلاثة أيضا دخلوا إلى داخل المدينة ما هو أيضا نتسان حال المواطن في صلاح الدين اليوم يقول لك يقول لك أنا حرر محافظتي حدودي الإدارية وأمسك الأرض بها بشكل صحيح وأحمي حدودها بشكل صحيح وبالتالي أنا أقدر أتخلص من هذا الخطر ممكن ينحصروا الدواعش في الحويجة مثلا موضوع الشرقات آني ليش حاصرة بالحويجة ليش يعني وين الدواعي الأمنية اليوم آني حتى أحصر موضوع الشرقات بموضوع تحريل الحويجة نعم هي محاذية لكن مو بس الشرقات محاذية أيضا أكو مناطق خراءة أيضا محاذية ومحررة أرضها بالتالي أنا خلي أضبط حدودي أولا حدود محافظة صلاح الدين لو أنا غلطان هو الحقيقة المتطلع إلى حدود محافظة صلاح الدين من جهة محافظة كاركوك هي تعتبر حدود ذات تضاريص طبيعية جبال وتلال وهذه حقيقة تختلف عن حدود محافظة صلاح الدين مثلا محافظة الأنبار أو أيضا مع حدود محافظة نينة وهناك سواتر وهناك خنادق أما إذا جئنا إلى حدودنا مثلا مع محافظة كاركوك وخصم تغطي الحويجة فنتحدث عن سلسلة الجبلية وبالتالي هناك إمكانية اختراق بسبب التضاريص الصعبة الموجودة في هذه المنطقة ووجود سلسلة جبال مكهول وبالتالي المسألة ليست حقيقة اليوم يعني داعش اليوم يقف مشرفا على شريط طويل مطلع على صلاح الدين ويقف ربما أكثر سيطرة يعني هو على الجبل طبعا يعني قمم الجبال الآن تواجد قوي للدواعش فيها وبالتالي هم يمسكون في بعض الأحيان بنقاط مهمة وحقيقة يبادرون بعمليات ربما اتجاه قواتنا الأمنية وقواتنا الأمنية في هذه المنطقة تحتاج إلى انطلاق عملية تحرير الحويجة حتى نتخلص من هذه المشكلة التي هي سلسلة جبال الحمرين وتواجد الدواعش عليها طيب هذا أيضا يأخذني إلى بيجي بيجي موضوع تحرير يعني الكلام جرى عن أنه لازم تكون عودة للنازحين في موعد أقصى 15 والموعد على ما يبدو مر والناس عدها عتب كبير نعم يعني حقيقة هذا الموعد حقيقة أقره مجلس محافظة صلاح الدين بقرار وكان هناك أيضا مؤتمر صحفي موعد 15-2 والذي لم تحقق طبعا عودة النازحين ضمن هذا التأريخ ولم يعلق أعضاء المجلس ولم يعلق أيضا كما وعدوا عضويتهم ولكن من وجهة نظري كان هذا الموضوع هو عبارة عن ضغط علامة الحكومة المركزية وعلى الجهات الأمنية لكي تبدأ بعملية إعادة النازحين الحقيقة نحن نرى أن هذا الموضوع ربما لن يوجد نفعا لأن عودة النازحين تحتاج إلى آليات على الأرض عندما تحدث عن بيجي مثلا بيجي الحديث عن منطقة الحراريات هو حديث واقعي لأن ضفة النهر الشرقية تحصل التهديد الأمني الذي قد يضرب بالتأكيد بالتأكيد قواتنا الأمني تقف على مشارك منطقة الحرارية نعم وهناك بناية المحطة الحرارية والبنايات الأجزاءها أجزاء المحطة الحرارية حاجز بين القوات الأمنية وبين مجامع داعش في هذا المكان وأيضا هناك رقبة سلسلة جبال حمرين والتي هي في منطقة الفتحة وأن تواجد داعش على هذه السلسلة الجبلية أيضا تعتبر هذه المنطقة مخفضة بالنسبة للعدو هناك استمكان لهذه المنطقة وبالتالي قواتنا الأمنية عندما تحرر هذه المنطقة ستكون في مرمى نيران العدو من خلف النهر وبالتالي الآن نعود إلى نفس الموضوع نحن بحاجة أيضا لأن يتم تحرير هذه المنطقة شرق النهر حتى فعلا تتحرر مناطق الحراريات هذا المسألة طبعا تشابه مسألة الزوية الآن مسألة الزوية لماذا لم تتحررها قواتنا؟ لما دخلت قوات الأمنية ثم خرجت لأن العدو في الضفة الأخرى من النهر ويستمكن يستمكن قطعاتنا الأمنية بالهاون بالقصف بالقنص وبالتالي وجودنا ثم هذا المنطقة هو خطر لهذا هنا قرار أمني صدر في انسحاب قواتنا الأمنية من هذا المكان ريث ما يتم تحرير منطقة الزوية التي هي تقابل منطقة الزوية نفس السبب الأمني فحقيقة القادة الأمنيين عندما يقولون أن منطقة الحرارة مؤثرة نحن بدأنا نقتنع رغم أننا غير متخصصين أن منطقة الحرارة منطقة تهديد فعلا وربما ينطلق الدواعش منها في حال أو آخر سأكرر السؤال طرحت قبل فترة يعني على ضيوف كانوا هنا من بيجي وأيضا على بعض القيادات الأمنية حين سألناهم أن المسافة ما بين منطقة الحراريات ومركز بيجي أو بين مركز بيجي والمناطق التي يسيطر عليها الدواعش مسافة كبيرة لا تقاس مثلا بعبور النهر بين ضفتي الشرقات الجانب المحرر والغير المحرر فأهل بيجي لسان حالهم اليوم يقول وإحنا إن شاء الله قادرين أن نتكلم بلسانهم هؤلاء أيضا أهلنا وأنت أبي بيجي وتعرف نعم لسان حالهم يقول لك يقول لك أنا اليوم ما أقدر أرجع للمنطقتي بينما يكون مناطق التهديد عليها تهديد مباشر عبور النهر ورجعوا إلى مناطقها نعم لكن النهر هو صحيح توارث طبيعية لكن ومنبسط وإمكان كشف العدو عندما يحاول عبور النهر بواسطة الزوارق هذا الأمر سهل جدا لكن تسرب عن أصر عصابة داعش من منطقة حرارية تتجاه منطقة البجواري وهي منطقة سكنية غير مأهولة ومكتظة بالدورة السكنية ممكن أن يتيح فرصة لهم للانتقال ربما إلى مناطق شمال بيجي وهذا خطر جدا فهناك فرق حقيقة بين طبيعة المنطقة وطبيعة التضاريس بالمقارنة بين الشرقات في الساحل الأيمن والساحل الأيسر وبين بيجي إذا تحدثنا عن منطقة الحراريات أي تسرب حقيقة للدواعش من منطقة الحراريات باتجاه مقتربات النهار ممكن يوصلهم إلى عمق مدينة بيجي أو باتجاه قرية البجواري المحاذية إلى مصفى بيجي أو السياجة الأمني المصفى أيضا ممكن يوصلهم إلى المنطقة شمال مدينة بيجي وبالتالي الخرق هنا محسوب أمنيا ونحن حقيقة نتفهم رأي القيادات الأمنية في إرجاء مسألة عودة النازحين لهذا السبب هذا السبب حقيقة أمنيا وسبب واقعي إمواني هذا إرجاء يعني مسألة عودة النازحين يخلي الناس عايشة على الأمل والأمل ماكو يعني إلى الآن ماكو نعم معاناة أهالي بيجي طارد كثير أهالي بيجي اليوم نعنف منطقتهم مقوبة وما سمعنا إلى الآن أي تحرك باتجاه أن تعاد الحياة إلى بيجي إعادة تأهيل يقال أن بيجي اليوم مستوى الخراف فيها يعني فوق الـ 95% وأيضا المنشآت الحيوية اللي موجودة بيها المنشآت طبعا اللي انسرق منها انسرق واللي يعني ربما اللي تعرض إلى التخريب أو العبث فمشكلة بيجي مشكلة مركبة أستاذ أنس يعني قدر بيجي لما بدأت عمليات تحريق مركز مدينة بيجي كان التركيز على تحرير مناطق الأنبار وبالتالي المعركة في بيجي طالت بمدة زمنية حقيقة غير متوقعة المعركة في بيجي في مركز مدينة بيجي استمرت لأكثر من سنة وهذا ما لم يحصل في أي مدينة من مدن العراق وبالتالي هذه حرب ومعارك الكر والفر والقصف المدفعي أدى إلى حصول دمار كبير في مدينة بيجي اليوم أيضا عندما تبدأ عودة النازحين نحن نحتاج إلى جهد كبير جدا ليس فقط من قبل الحكومة المحلية إنما من قبل الأجزاء المنشآت يا أستاذ خزعل كلمني عن برنامج كلمني عن إمكانية لعودة سريعة لأهالي بيجي قدمت مقترح بهذا الموضوع قدمت شيء بهذا الموضوع اجتماع المجلس على هذا الموضوع أستاذ الفاضل بالنسبة للمدينة بيجي يتخذ قرار على أعلى المستويات من قبل السيد رئيس الوزراء ووجه بقيادة عمالة مشاركة بالبدء باتخاذ الإجراءات العملية لأجل عودة النازحين كان هناك اعتراض من قبل الأخوة فيها تلحجة الشعبية حول مسألة المعارك في الموصيل وضرورة الاحتفاظ بهذا الخط كدعم لوجستي يومي ومستمر الآن هناك قرار آخر سيصدر قريبا بالبدء بالبدء بعودة النازحين وهذا الأمر قريبا إن شاء الله هذا الأمر بالتأكيد سيرتب واجبات على القوات الأمنية لكي تبدأ بعملية تطهير المنازل من العبوات أو ربما من التفخيخ الذي قامت به أصابة داعش داخل مدينة بيجي هل هناك ثقوف زمنية لهذا الكلام؟ حقيقة هناك وعود ليست وعود حقيقة هناك آليات آليات نعم وستظهر قريبا جدا بشكل واضح متى سوف نبدأ بعودة النازحين وإعادة النازحين للمدينة بيجي وسيتم توجيه أوامر من عليا للأجزاء الأمنية للبدء بعملية تنظيف مدينة بيجي من مخلفات الحروب هذا أول شيء الأمر الثاني الحكومة المحلية ستبدأ أيضا قريبا بعد أن يصلنا الأمر من الحكومة المركزية بالبدء بتأهيل البنى التحتية لا نستطيع أن نعطي حقيقة هذا الموضوع أيضا مرتبط ربما بإرادة لكن نستطيع أن نقول أن ملف بيجي حقيقة أخذ بعد الآن ليس محلي فقط وإنما هناك أيضا بعد دولي في مسألة حودة النازحين البعد السياسي دخل بملف بيجي حقيقة الأزمات السياسية في محافظ صلاح الدين كان لها أثر لا ننكر لا خليني ببيجي بعدين أطلح على الأزمات السياسية سيد خزعال خليني ببيجي بيجي اليوم تدخلت إرادات سياسية في مصيرها في مصير أهلها أكون من دفع باتجاه أنه موضوع عودة أهالي بيجي تتأخر أكون من دفع باتجاه أنه موضوع عودة أهالي بيجي تتقدم على الأقل السبب الذي نعرفه هو سبب أمني وليس سياسي أما مسألة وجود مؤثرات سياسية أو دوافع سياسية لدها البعض فهو لم يثبت حقيقة لا بتصريح ولا بتلميح من أي من السياسيين المعلنين طيب والمصفة مصفة بيجي وما أدراك مصفة بيجي مطالبات كثيرة باتجاه تسليم المصفة للكوادر الفنية للبدء بعملية الصيانة والترميم حقيقة الأضرار التي حصلت في مصفة بيجي أضرار كبيرة جدا وهناك تقارير فنية للجانة التي دخلت إلى المصفة تتحدث عن عمليات التخريب أيضا وهذا الأمر سرق أو تخريب نعم هذا الأمر أصبح على علم الحكومة المركزية بالتفصيل وننتظر حقيقة من الحكومة المركزية ومن وزارة النفط تحديدا إجراءات على الأرض عملية تقوم بإيقاف هذه الأعمال وتسليم المؤسسة إلى كوادرها والبدء بعملية تأهيلها كان هناك حقيقة زيارة أو عدة زيارات للسيد المحافظ والتقى بوزير النفط وكان هناك أيضا النقاشات ولقاءات داخل محافظ صلاح الدين بين الكوادر الفنية للمصفة ومجلس محافظ صلاح الدين حول عملية التأهيل نتمنى أن حقيقة عملية التأهيل عن طريق ما سمعنا عن وجود مصفة بديل من خلال شركة أمريكية يعني كان هناك أفكار لحالة المصفة بجميع خطوطه الانتاجية أو جزء منها إلى استثمار ولكن الراجح الآن أن تقوم الوزارة نفسها بعملية التأهيل والصيانة والتشغيل وسيكون مصفة الصينية هو أول الخطوط الانتاجية والمصافة التابعة لشركة مصافة الشمال البدء به بعملية الصيانة والتأهيل طيب حتى أغلق ملف بيجي نعم هل لديك شيء عن بيجي آخر إضافي حقيقة معاناة أهل بيجي أكلمك كأبن بيجي نعم حقيقة معاناة أهل بيجي معاناة كبيرة جدا وأنا كمسؤول ومن أبناء بيجي أشعر أن بيجي قد ظلمت حقيقة من قبل السياسيين ومن قبل حتى القيادات الأمنية وفي بداية المعارك كنا نطالب بزج العديد من القوات الأمنية لبدء عملية عسكرية سريعة جدا كان هناك حقيقة قطعة أمنية قليلة مما طال زمن المعركة وجعل الدمار حقيقة يزيد إلى حدود غير متوقعة اليوم هذا الدمار هو معوق كبير لعودة النازحين اليوم أهل بيجي حتى بعض المنظمات أوقفت الدعم لهم من خلال تقديم المساعدات الإغاثية وهذا شيء غريب حقيقة يعني معظم حتى جهد وزارة الهجرة والمهجرين تجاهها النازحين من أهالي بيجي هو ليس بالجهد الكافي وهذه المعاناة نقلناها نحن إلى الحكومة المركزية ونتمنى أن تبادر الحكومة المركزية لاتخاذ قرار حاسم قريبا جدا لرفع هذه المعاناة عن أهالي بيجي مادام تكلمنا عن النازحين ونغلق ملف بيجي في حلقتنا لكنه سيبقى ملفا مفتوحا كجرح مفتوح طبعا مناطق أيضا مناطق النازحين التي لم يعد إليها أهلها جنوب صلاح الدين نعم سليمان بيج في طوس خرماتو أيضا مناطق عزيز بلد مناطق حتى يثرب 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 عاد إليها أهلها بشكل جزئي ربما فقط عشيرة معينة وحاول بحشمة وهذه المناطق الأخرى والعوجة هذه المناطق كلها لم يعد إليها أهلها إظهر هاي المشكلة قائمة وها بالإضافة إلى مناطق جزيرة سامر را عندي وعندي مناطق جزيرة تقليل نعم يعني هاي خسارة اقتصادية أيضا فوق ما هي أيضا وجودهم كنازحين الناس أطلوا على العمل بينما هم كانوا يوفرون الغذاء خبزة محافظة صلاح الدين حقيقة يعني محافظة صلاح الدين اليوم تشعر بأن هناك نقص في الإرادات فيما تعلق بموازنة تنمية الأقاليم أيضا الوضع الاقتصادي متعب جدا بسبب هذا الملف نحن نعلم أن عودة النازحين مؤثر جدا في هذا الملف أيضا وكل مشكلة حقيقة لها مواصفاتها الخاصة فيما تحدثنا عن منطقة سليمان بيق على سبيل المثال وعن قرى وأطراف الطوز أيضا هذه القرى كل أهالي صلاح الدين يعرفون نوع المشاكل نعم يقول لك المشاكل مقسمة إلى مشاكل تأخذ طابعا عشائريا ربما استضغت بطابع طائفي وبعض المشاكل ربما مشاكل قومية حتى وصلت بتأكيد وبعض المشاكل مشاكل طائفية نعم طيب أنا كل مشكلة ولازم أجدلها حل على مدى هاي الأشهر الماضية لحد القرار 15 أشباط نرجع نتكلم عنه آني اليوم مليقيت آلية حتى أقدر أسوي عودة كبيرة لنازحي المحافظة ثم آني الناس اللي هم نازحين أصلا من مكان واحد ليس فيه مشاكل هم من طيف واحد ليش ما يرجعون مثلا يعني الحقيقة فيما يتعلق بمناطق أطراف بلد فيما يتعلق بيثريب وعزيز بلد أنا في ظني يعني كسياسي ومتابع ومهتم بهذا الموضوع أن مسألة الفصول العشائرية مسألة خاطئة جدا لأن المسألة ليست عشائرية عندما ندفع فصول للشهداء وعاء للشهداء من وجهة نظري كان يجب أن تكون هذه الأموال التدفعية مبالغ تعويضات من الدولة وليست فصول عشائرية فصول عشائرية تعني اعترافا ضمنيا أن هذه العشيرة أبناءها داعش داعش ليست له عشيرة ليست له عشيرة وهذا الأمر عمم على كل مناطق النزاع في محافظة صلاح الدين سيكون كارثة كبيرة الآن هناك مطالب من أطراف أخرى بأيضا دفع فصول عشائرية وهناك عجز كامل لدى الحكومة المركزية والحكومة المحلية وعجز عند عشائر كلها أو النازحين من الإفاء أو الوفاء بهذه المتطلبات فإذن وضعنا أنفسنا في أزمة ثانية أنه بدأ بعض أهالي الضحايا وطالبين بفصول وهذا الأمر حقيقي لا كان ينبغي أن يحصل نتحدث عن مدينة يثرب على سبيل المثال يعني الآن عودة العوائل لا تتجاوز 20 أو 25% وهناك مقيدات كبيرة أو قيود كبيرة على عودة النازحين الآخرين لهذا السبب أيضا فيما يتعلق بعزيز بلد اليوم عزيز بلد أيضا بيوته كلها مهدمة عودة النازحين إليها لم يصل إلى خط الشروع هناك معارضة من قبل بعض العشائر هناك معارضة أيضا من قبل بعض الأجزاء الأمنية فبالتالي نحن أمام مشاكل كبيرة هذه المشكلة تختلف عن مشكلة سليمان بيق مثلا الأجزاء الأمنية عفوا التي لا تتلقى أوامرها مباشرة من بغداد بغداد لم تقل يوما ما لا تعيده نازحين بالتأكيد الأجزاء الأمنية تتبنى مطالب مثلا بعض مطالب شعبية ضمن منطقة واحدة طبعا وتتعامل بمنطق الاستقواء على الناس يعني هذا الأمر هو حقيقة موجود يحتاج إلى التفاوض مع هذه الأجزاء الأمنية والتفاوض مع أهالي الضحايا بالتأكيد لهم حقوق على الدولة ولكن هذه الحقوق لا يجب تبويبها بفصول عشائرية إنما بتعويضات من الدولة وأيضا يعني الملف الآخر الذي هو عودة نازحي بيجي وعودة نازحي جزيرة سامراء وجزيرة تكريت هذه المناطق كانت سلة خبز المحافظة كمي لما دمت ذكرتها المشكلة التي في هذه المناطق التي ذكرناها كلها تتعلق بمشاكل بين عشائر ومشاكل ربما استبغت حنا بصفة طائفية أو قومية نعم طيب نازحي جزيرة سامراء وجزيرة تكريت ذولة مثلا شلو المشكلة اللي يعدهم ما يرجعون للمناطق يعني حقيقة لا توجد مشكلة إلا أنه ربما نقص القوات الأمنية اللازمة لتأمين هذه المساحات الكبيرة تعتقد اليوم المواطن اللي يشوفنا هو نازح من هاي المناطق في داخله يقول لك أنا ما عندي شيء وأني عايف قاعي والآن أمهجول بالخيام بغيرها بغيرها في بعض الأقضية اللي يحتوتني ليش الحكومة ماذا تقبل ترجعني لهناك؟ يسأل نفسه هذا السؤال لو ما يسأل أستاذ خلاله أستاذ أناس يوميا أستاذ خلال الله يخلي كي يسأل نفسه لو ما يسأل؟ يسأل بالتأكيد طيب لما يسأل وما يلقى أي إجابة إيش راح يترسخ بداخله؟ يعني حقيقة أنا حتى وكيل وزير الداخلي لما زار محافظة صلاح الدين ذكرت له أنه على القوات الأمنية أن تبادر في الانفتاح على مساحات أكبر محرر داخل محافظة صلاح الدين وليس لإنغلاق الآن هناك سياج أمني يطوق مدينة تيكريت وكأنما هذا سياج الأمني هو الذي يحمينه وهناك سيطرات على الطرق التي تذهب باتجاه جزيرة تيكريت وأنا طالب يتحقيق قناة الأمنية بفتح هذه الطرق أمام الفلاحين الذين يسكنوا المناطق جزيرة تيكريت لأن هؤلاء لديهم مرشات ومساحات زراعية كبيرة جدا وآبار وبالتالي خروجهم من مدينة تيكريت باتجاه أراضيهم وعودتهم في نفس اليوم مشكلة كبيرة جدا هؤلاء يطالبون بالعودة إلى مناطقهم ولديهم منازل في تلك المناطق ولديهم أراضي زراعية يعني إذا أضل أترك خرائب أستاذ غزعاد شنو يمنع داعش اليوم بالعكس اليوم أني دانطل داعش فرصة حتى يرجع لها المناطق وهذا غلط بالتأكيد منطقة فارغة القوات الأمنية موجودة على خطوة الصد وهذه المناطق خلف القوات الأمنية وبالتالي ممكن أن تكون مناطق بؤر بؤر خلايا نائمة لعناصر إصابة داعش وتقترب من مدنة لا سامح الله لكن عودة الأهالي لها سيزيد من تأمين هذه المناطق ويجب حقيقة الانفتاح باتجاه هذه المناطق والسماح بعودة هؤلاء العوائل وأيضا اعتماد عليهم في ما يتعلق بحفظ الأمن في هذه المناطق من خلال تشكيل حشود أو تشكيل حشد عشائري في هذه المنطقة يقوم بمسك الأرض طيب وما دام صار الكلام أيضا عن موضوع النازحين خلنا أخذ الإجمالي إجمالي موضوع النازحين وحضرتك قبل قليل ذكرت أنه أكو تقصير من الحكومة المركزية وأكو تقصير ربما من وزارة الهجرة والمهجرين بهذا الجانب وربما هذا السبب أيضا تزامن مع يعني انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى ويا رب إن شاء الله التحرير الناجز لكن عدنا إلى الآن مهجرين من محافظة صلاح الدين يسكنون المخيمات عربة وآشتي موجودين بالإسليمانية مخيمات أيضا هنا موجودة عدنا في إقليم كردستان يعني على أطراف محافظة أربيل أيضا لدينا نازحون بأعداد هائلة في كاركوك في داخل أقضية محافظة صلاح الدين في بغداد نازحوا صلاح الدين وصلوا حتى إلى المناطق الجنوبية إلى الآن أنا ما عندي بديل حقيقي وقرار حقيقي بإعادتهم مادام ما قدر ترجعهم شنو المشروع اللي ممكن أن أعينهم بي وطبعا على فكرة المعونات ومنحة المليون والربع مليون حيث راستاد ما تسوي شيء حتى هذه المنحة حقيقة لم يستفد منها كل النازحين وطالبنا حقيقة وزارة الهجر والمجرم بشمول كل مناطق صلاح الدين التي نازحت بهذه المنحة هناك العديد من النازحين خاصة من أبناء مدينة الشرقات لم يحصلوا على هذه المنحة بسبب أنهم نزحوا لشهر أو شهرين ثم عادوا وبالتالي ليست هناك أموال للعائدين وليست هناك أموال للنازحين لا مشمولين بهذه ولا بدي فضلا عن أن النازحين الذين هم في المخيمات التي ذكرتها خارج مدينة محافظة الحديد العديد منهم حقيقة لم تصلوا حتى مفردات البطاقة التموينية هنا بصوت كبير حتى المنظمات في برامجنا عبر شاشة قناة سامرة الفضائية تصلوا عدد كبير من المواطنين من بيجي مثلا ومن مناطق أخرى يقول لك أنا اليوم ساكن بتكديت أو ساكن في سامرة أنا منسي اليوم المنظمات حتى لا تتعامل بانتقائية اليوم في محافظة صلاح الدين وتروح وتقدم مساعدات لقضاء مثلا فيه نازحين ومثلا لا تذهب إلى قضاء آخر فيه نازحين والموضوع أيضا إلى علاقة بشبكة ما شاء الله من يعني ربما من المستفيدين لا نريد أن نظلم شكرا لكل شخص يقدم أبسط خدمة للنازحين لكن على أن لا يتاجر بقضيتهم وعلى أن لا ينتقي هذا الذي نريد قوله حقيقة موجة النزوح التي حصلت في شهرة سالس عام 2016 وكانت من مناطق جنوب الموصل ومناطق شمال محافظة صلاح الدين كانت محل تركيز للمنظمات والمنظمات جاءت إلى تكريت وقدمت الخدمات للنازحين وبالتالي النازحين الذين هم في جنوب المحافظة في مخيم الإسحاقية أو مخيم الحبدانية حقيقة أهملوا من قبل وزارة الهجرة ومن قبل المنظمات حقيقة هذا الملف أشرنا عليه ثم تم توجيه العديد من المنظمات للعودة إلى هذه المخيمات والاهتمام بالنازحين فيها وفعلا بعض المنظمات قامت بتقديم بعض المساعدات والمعونات لهم لكن الملف كبير جدا ومتجدد لا زال اليوم نازحين يأتون من مناطق الحويجة وعبرون السلسلة الجبلية ويأتون لهم خيمات العالم وبالتالي هؤلاء نازحون الجدد بالتأكيد يجب الاهتمام بهم كونهم نزحوا بلا أي شيء ليس لديهم لا أثاث ولا أفرشة ولا أغطية ولا مواد غذائية انصرف اهتمام المنظمات الإنسانية إلى هؤلاء والمخيمات حقا مركزة في مركز محافظة لحد دين مدينة كريت ومدينة العالم ولا زال تستقبل موجات من النازحين والاهتمام مركز على هذه المخيمات نازح صال لسنتين ونص سنتين ونص ويعني عزيز القوم وقاعد بهاي القاعدة الموحلوة اللي ما يرضاها أحد قاعدها بالمخيمات وقاعدها بالهياكل والمتمكن كلش اليوم مأجر حتى مدخراك انتهت نعم صحيح حقيقة يعني معانات كبيرة حتى يعني ترى اليوم يعني يقول لها بعلم الجريمة ابحث على المستفيد ابحث على المستفيد جريمة اليوم النازح ما يرجع لديرته ما يرجع لديرته وماكو سبب منطقي لهذا الموضوع معناها أكو جريمة لأنه أكو مستفيد أكو مستفيد من هذا الموضوع على أي مستوى مستفيد على مستوى السرقة مثل ماذا يحدث ببيج أو ما حدث فيها على مستوى أيضا الانتقام مثل ماذا يحدث في مناطق أخرى بدوافع طائفية ما نريد نسمي على مستوى يعني حتى العمل السيء هذه البذرة السيئة اللي موجودة حتى في بعض السياسيين اللي يحاولون أحيانا أن يمنعون عودة النازحين بالتالي اليوم اليوم أحتاج خطة حقيقية خطة حقيقية أنا أعتقد الملف ملف النازحين في محافظة الله يجب أن ينتهي عاجلا وفعلا بدت الأمور تأخذ نطاق غير مقبول تماما والناس تأذت بشكل لا يطاق الآن في تكريت كل زائر ممكن أن يأتي إلى تكريت سوف يشاهد بمعيني كيف أن الناس يسكنون مسقفات وقراجات وهياك العمارات وهذا الأمر حقيقي مستمر الآن منذ سنة ونصف والأمر حقيقي لا يمكن احتماله إلى هذا الحد فبالتالي الحل هو عودة النازحين ليس فقط إلى بيجي نتحدث عن بيجي والصينية وأيضا مدينة مكهول أو ما يسمى أشياء وموضوع المساعدات أيضا أستاذ خاز علي اليوم نريد نلقي الكرة في ملعب السيد جاسم محمد العطية باعتباره وكيل وزاعة الهجرة والمهجرين وأيضا نريد حضرتك أيضا أن تتوجهون كمحافظة إدارة محافظة وكمجلس محافظة باتجاه أن تضغطون بهذا الموضوع أستاذ جاسم هو ابن المحافظة وهو أيضا ابن المجلس فاليوم من الضروري أنه يلتفت أكثر إلى موضوع النازحين في محافظة صلاح الدين نكمل لكن بعد فاصل قصير فاصلوا مشاهدينا ثم نعود وإياكم أعدنا وإياكم مشاهدينا الكرام مع الأستاذ خزع الحمد النائب الأول محافظة صلاح الدين صندوق الإعمار نعم هل ترى توزيع مبالغة على الأقضية في محافظة صلاح الدين هل ترى كان عادلا خاصة مع ارتفاع أصوات المظلومية تحديدا من مدينة سامر حقيقة لدينا تساؤلات للسيد مدير صندوق الإعمار هل هناك أموال وموازنة مخصصة لمحافظة صلاح الدين إذا كانت هذه الأموال موجودة لماذا لم تصرف نحن في محافظة صلاح الدين قمنا بتزويد مكتب الإعمار بكشفات كاملة عن الأضرار التي حصلت في معظم محافظة صلاح الدين وفي بناء التحتية وإلى الآن مكتب الإعمار حقيقة لم يقوم بواجبه بإحالة عدد من المشاريع المهمة في محافظة صلاح الدين كل المشاريع التي أحالها لأتجاوز 60 مشروع لحد هذه الساعة وهذه المشاريع كلها عبارة عن مشاريع ترميم بسيطة لبعض المدارس وأيضا المستوصفات ولأتجاوز قيامها بشكل عام 300 أو 400 مليون دينار عراقي فبالتالي هذه المبارغ جدا مخجلة حقيقة وحقيقة نحن اليوم عندما نتحدث عن مكتب للإعمار ليس مكتب لترميم المدارس بإمكان أي منظمة اليوم أن تقوم بعملية ترميم المدارس في الماطق التي تعرضت لدخول عصابات داعش نحن نتحدث عن إعمار بمعنى نتحدث عن مليارات الدنانية يجب أن تصرف اليوم في محافظة صلاح الدين مدن منكوبة يمكن الناس اليوم يتبعوا على مشروع مارشيال على سبب تفكر أنه الأميركي سيجيون ويجيون ويجيون إياهم العصر السحرية بهذا الموضوع للأسف يعني بدأ الناس تشعروا أن نلاحظ سوى هذا وهذا غير منطقي مكتب الإعمار يجب أن يطلع بمشاريع أساسية تقوم بعادة تشغيل البنى التحتية في المدن التي تعرضت للدمار وهذه المشاريع تطلب تخصيص مئات الملايين حقيقة لتأهيلها مكتب الإعمار لم يخصص لمحافظة صلاح الدين الأموال المطلوبة لحد هذه الساعة هناك دمار كبير جدا في شبكة الكهرباء هناك دمار كبير جدا في المستشفيات والمستوصفات إذا تحدثنا عن القطاع الصحي مستشفى صلاح الدين العام لحد الساعة لم تجري عليه أي عمل لا أعمار ولا بناء من جديد الآن نحن نستخدم مستشفى قديم جدا كان يسمى المستشفى العسكري وهذا المستشفى حقيقة لا يوفي بأبسط متطلبات المرضى داخل حدود محافظة صلاح الدين وكأننا اليوم في محافظة صلاح الدين نعلن العجز التام على مستوى الإمكانيات المادية الإمكانيات يعني البشرية على مستوى موضوع الخدمات مواجهة البشاكل الاقتصادية نرجع إذا نريد نرجع نتكلم عن التحدي الأمني فنتكلم عن كارثة كبيرة يعني أنا أمام هذه التحديات كلها هذا الملق فاتر ما يستطيع نسوي أستاذ خزح يعني أنا ما عندي طمأنينة لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الزراعي ولا على المستوى الخدمي أريد أن أستكمل الحديث حقيقة عن ملف الطاقة مثلا نعم أن نواجه مشكلة كبيرة في متعلق ملف الطاقة كهرباء المحطات الكهرباء في محافظة صلاح الدين معظم باستثناء محطتين أو ثلاثة الآن تعمل بطاقات محدودة جدا وأما المحطات التي ضمن القضاء بيجي دمرت بشكل كامل أو جزئي نعم ولم يتم التحرك باتجاه ترميم أو تأهيل هذه المحطات فإذن نواجه حقيقة مشاكل في قطاع الخدمات قطاع الصحة قطاع التربية كل هذه القطاعات وقطاع الطاقة أيضا مشاكل للعسف يعني يعني داعاني من ما يشبه إذا صحة التسمية ردة وعندي ردة إدارية أخرى يعني اليوم عندي مشكلة النواحي والأقضية المستحدثة يعني هذا الموضوع هذا بردة إدارية يعني اليوم لما أرجع وألغي هذه الأشياء التي سويتها يعني أنا لما أنطي مركزية في مكان ما معناها أن إذا أحاول أن أبني مؤسسات بطريقة أكثر يليش أرجعني إلى الوراء أستاذ أنس الحديث عن استحداث نواحي ووحدات إدارية هذا مؤشر عن نمو وازدهار في كل دول العالم عندما نتحدث عن الغاء بمعنى نتحدث فعلا عن تراجع في النمو والازدهار اليوم بدأنا نسمع مطالب بإلغاء نواحي بمقابل القبول بعودة النازعين فنحن أمام أي وضع الآن في محافظة صلاح الدين يعني يعني معناها السبب هنا لا عشائري ولا غيره معناها السبب هنا سياسي ما يتفسر غير شيء معقد الوضع حقيقة لا ما يتفسر غير شيء أنا اليوم لما أطالب بإلغاء الناحية الفلانية لقاء إعادة أهلها اللي مدى مدى يرجعون مو يعني بمانع حكومي وإنما بمانع بالقوة لأن الظاهر اليوم أكو إرادات بالمحافظة تشتغل بالقوة أنا ذكرت أن مشكلة النازعين حقيقة في كل منطقة أو في كل وحدة إدارية هناك مشكلة طابع خاص وفيها صعوبات خاصة فبالتالي اليوم حقيقة نحن أمام مناقشة كل مشكلة على حدة فيما يتعلق بعزيز بلد على حدة ويثرب على حدة وبيجع على حدة وإسليمان بيق على حدة هذه المنطقة كل منطقة لها حقيقة صعوبات خاصة وتعتقد اليوم أنه مثلا أهالي منطقة معينة رح يقدرون يثبتون رأيهم رأيهم المعين بإلغاء مثلا ناحية معينة على حساب على حساب قرار اتخذ سابقا وتمت تصبيت عليه من قبل المجلس وتمت المصادة طبعا مجلس محافظة صلاح الدين يعني ناقش في الجلسة الأخيرة في مدينة سامراء هذه المسألة والتوجه باتجاه تثبيت هذا النواحي وليس إلغاءها فيما إذا لم يكن هناك سبب يعني قوي جدا لتوجه باتجاه الإلغاء كانت هناك لجنة أعتقد هذه اللجنة يعني ماذا كانت مقرراتها يعني إذا كانت لديك وحك تم تخويل السيد المحافظ بدراسة هذا الموضوع وأعتقد أنه التوجهات الحكومة المحلية باتجاه المضي باستكمال إجراءة تثبيت هذه الوحدات الإدارية والوقوف بوجه رغبات حلها وأيضا الذهاب باتجاه تطوير الختمات الإدارية فيها وأما عودة النازحين فهذه مسألة يجب أن لا تربط بمسألة استعداث النواحي قطعا يجب أن يكون فيها قرار قوي نعم نحن الآن أمام تحدي في محاول صلاح الدين بحقيقة يعني ويجب أن يكون هناك قرار قوين قبل الحكومة المحلية وسيكون هذا صلاح الدين تحاول أن ترجح يعني الخيار الاجتماعي الحل الاجتماعي على القرار الأمني الحقيقي يعني هل ستحاولون أن تتفاهموا أكثر مع الجهات التي ترفض إعادة النازحين وحقيقة لا يوجد أحد يعترض على مسألة التعويض هالي الضحايا لا يوجد أحد مطلقا لا نازح ولا حكومة محلية ولا أي جهة مسألة الناس الذين استشهد أبنائهم أو خطف أبنائهم هؤلاء يجب أن تقوم الحكومة المركزية والحكومة المحلية بوضع برنامج لتعويضهم هؤلاء لهم حقوقهم والنازح اللي قاعد بخيمة وعايف بصورة وعايف بساتين أيضا إلى حق وإذا هو مداعش إلى حقين بالتأكيد لا نتحدث عن مسألة إلغاء ناحية مثلا حقيقة الآن نحن إذا تحدثنا عن الإعمار يجب أن نتحدث عن المضي بعملية النمو والازدهار واستحداث نواحي أخرى ووضع مشاريع وموازنات تقوم باستكمال هذه النواحي وبناهد تحتية حتى نتمكن فعلا من التوجه لتجاه نعم اليوم توجه لتقوية المركزية الإدارية داخل المحافظات يعني من ضمنها مثلا ملف نقل الصلاحيات نعم وفعلا نسأل إلى أين وصل هذا الموضوع أيضا هذا الملف ذا صلة كيف نتحدث عن نقل الصلاحيات وممارستها داخل محافظ صلاح الدين وهناك صلاحيات كبرى حقيقة تمنح للمحافظين وبالتالي نعود ونتحدث عن مسائل إدارية داخل المحافظة إذا تحدثنا عن هذا الملح حقيقة الآن هناك صلاحيات عديدة تمنقلها رغم أن بعض الوزارات تتمسك ببعض الصلاحيات ولكن أيضا هناك وزارة أخرى نشطة ومتفاعلة وفي محافظة صلاح الدين حقيقة نحاول بشكل جاد لاستكمال ملف نقل الصلاحيات وممارسة هذه الصلاحيات وأظن التحديات التي تواجهكم في محافظة صلاح الدين كبيرة أنه ستحمنون نفسكم أبق آخر على مال من مثلا إستاذ خزعلي اليوم أنا أفكر أن أنقل الصلاحيات خليفتهم المواطن في محافظة صلاح الدين شنو معنى نقل الصلاحيات يعني بطريقة موجزة نقل الصلاحيات هناك صلاحيات لدى السادة الوزراء نعم فهذه الصلاحيات يجب أن تنقل إلى السادة المحافظين نعم فالسيد المحافظ مثلا صلاحيات التعين صلاحيات الموظف واستحقاقات الموظف ما يتعلق بالدرجة الوظيفية والترفيع الوظيفي والإجازة الزمنية وما يتعلق بصرف الراتب أيضا كل هذه الصلاحيات هي صلاحيات يجب أن تنقل مسألة القرار الإداري ضمن دوائر محافظة صلاح الدين في مختلف القطاعات أيضا المرجعية ستكون المحافظة هي المرجعية وليس الوزارة هذا يسهل أموركم أكثر ما تظلون كتابنا وكتابكم معرفة إيش بأكيد طبعا مسألة نقل الصلاحيات هو مسألة تقديم الخدمات نحن عندما نطالب بنقل الصلاحيات هذا يعني أننا نحتاج إلى أن تتوفر لدينا إمكانية أكبر بتقديم الخدمات للمواطن فبالتالي أيضا يعني نزيد مركزية المحافظات ونخفف لها مركزية الحكومة المركزية بتأكيد يعني بعض الوزارة تعال سيب المفاجر ويجيك واحد يقول لك تعال الغي للنواحي المستحدثة والأقضيح يعني سير باتجاه معاكس نكوس نعم سير باتجاه معاكس بعض الوزارة مثلا تنقل وظائف ولا تنقل التخصيصات المالية نعم كيف يمكن للمحافظة أن تمارس وظائف دون تخصيصات مالية نحن حقيقة نؤكد على الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات أن تقوم بنقل كل الوظائف إضافة للتخصيص المالي لها حتى تمكن محافظة صلاح الدين من تقديم الخدمات بشكل أفضل إلى مواطنة نعم أستاذ خزعان وفي دقيقة التحديات السياسية التي تواجه محافظة صلاح الدين اليوم كيف تشوفها في دقيقة حقيقة نحن نخشى من أمور كثيرة فيما يتعلق بالملف السياسي من داخل صلاح الدين من داخل صلاح الدين نعم نحن نتحدث عن أمور تتعلق بالاستفادة من بعض الدعم من هذه الجهة أو تلك على الأرض للإنحراف بالملف السياسي باتجاه أو بآخر وبالتالي قلب المعادلة السياسية تقصد فرض الإرادة السياسية من خارج محافظة صلاح الدين على أنها صلاح الدين نعم يجب أن تكون الإرادة لإبن محافظة صلاح الدين وجماهر محافظة صلاح الدين من خلال الصناديق الانتخابية ومن خلال قانون الانتخابات لإفراز ممثلي محافظة صلاح الدين سواء كان في المجلس المحلي مجلس المحافظة أو مجلس النواب وفيما إذا حصل انحراف بهذا الموضوع سوف نكون أمام حقيقة ربما تغيير سياسي في محافظة صلاح الدين وهذا التغيير لن يكون تمثيل حقيقي لمحافظة صلاح الدين بدورات النيابية القادمة وهذا الأمر يجب أن تدرسه الحكومة المركزية ويجب أن تضع له معايير فيما يتعلق هنا وانتخابه ويجب أيضا أولا وآخرا أن يعيها أبناء محافظة صلاح الدين الأستاذ خزع الحماد المعامل أو النائب الأول لمحافظة صلاح الدين كنت ضيفي في برنامج الشحب ينتظر شكرا جزيلا لك الشكر وما وصلون لكم أيضا أحبة المشاهدين تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن حتى ألقاكم من جديد في أمان الله وحبه اشتركوا في القناة